اعلن اليوم ولأول مرة انه تم وضع مقترح كامل وشامل لكن الحوثيين رفضوا في الدقائق الاخيرة التوقيع عليه بهذه الكلمات نقل ولد الشيخ شهادة اممية في الوقت الضائع حول افشال الحوثي جهود السلام ليست اللحظة الاولى التي يشهد العالم فيها رفض ميليشيا الحوثي اهدار فرص الحلول السياسية في بلد معذب وفقير كاليمن لكن شهادة ولد الشيخ تأتي في سياق جملة تأكيدات كانت فيها الميليشيا السبب الرئيس لاهدار فرص تعافي البلاد الاحاطة التي قدمها ولد الشيخ والتي لم تخل من نبرات وداعية جاءت بعد تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الامن الذي حمل الكثير من المكاشفات ويرجح مراقبون ان التحركات الاخيرة في المجلس جاءت بناء على معطيات ذلك التقرير وموجهاته العامة بحسب متابعين يؤخذ على الاحاطة الاخيرة للمبعوث انها حملت جميع الاطراف المسئولية باعتبارهم اطراف حرب ولم يوصف الامر انقلابا وشرعية تخض معركة استعادة الدولة تحت لافتة القرار 2216 الذي وضع النقاط على الحروف في المسألة اليمنية هي الاحاطة الاخيرة اذا للمبعوث الذي تنقل في دول كثيرة وجهات اكثر وتعرض موقبه لاطلاق النار من قبل ميليشي الحثي في صنعاء وقاد جولة محادثات سياسية في دولة الكويت جلس خلالها الفرقاء على طاولة واحدة وخاضوا جولات متعددة خرجت بلا مخرجات لم يخل حديث المبعوث الاممي الثاني من النجاحات مثل سلفه السابق بن عمر لكنه رحل وترك الملفات مفتوحة واليمنين في محنة شتات الخارج وفتات الداخل ولا يزال اليمن كما دخله اسماعيل اول مرة واكثر معاناة تعقب على الشأن اليمني اكثر من مبعوث الاممي المبعوث الاول جمال بن عمر كادت العملية السياسية في عادي ان تعبر لولا الانقلاب توقفت العملية السياسية وتوقف ثم غادر فيما المبعوث الثاني اشرف على المحادثات السياسية وغادر وينتظر اليمن المبعوث الاممي الثالث فهل يأتي بما لم يأتي به الاوائل ام انه سيسلم الراية لمبعوث رابع في ازمة طال امدها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة